أشهد أن لا إله إلا الله قد يقول قائل إذا كان من معاني الحكيم الإتقان في الصنع والفعل وما شابه ذلك تقول بناء محكم فهناك بعض المخلوقات ضعيفة كالبقة والذرة فهل هذا يشكل على ما سبق الجواب لا هذه المخلوقات وإن لم تكن مشدودة البنية ولا قوية الأبعاد والأعضاء ولكنها محكمة الخلق بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد أتقن التدبير فيها وأحسن التقدير لها فهي دالة على دقة الصنع وعلى الخالق وعلمه وقدرته وإحكامه الذي يخلق الأجرام الهائلة والأفلاك العظيمة يخلق السماوات والأرض والنجوم يخلق الشمس والقمر الأفلاك وأيضا يخلق الذرة والبعوضة ودقائق المخلوقات التي لا ترى بالعين المجردة قد يستطيع الإنسان أن يصنع جهازا كبيرا ولكنه يعجز أن يصنع مثله في حجم صغير ولذلك تجد العلماء في هذا العصر مع التقدم الشديد والتسارع في المكتشفات والمخترعات يتسابقون ويتنافسون في هذا المجال جهاز الكمبيوتر مثلا أول ما بدأ ماذا كان حجمه غرفة كاملة غرفة هذا الجهاز الذي الآن نحمله بقدر صغير جدا قدر الكف أو أصغر كان حجمه بحجم غرفة ثم بعد ذلك بدأ العمل على تحجيمه وتصغيره حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه وهم يؤملون أن يصلوا إلى ما هو أدق من ذلك يعني أن يكون بحجم صغير بقدر ظفر الإنسان لكن هل يستطيعون الوصول إلى ما هو أقل من هذا هذه الأنامل وسيأتي في الكلام على ما يؤثره هذا الاسم لكن أريد أن أنبه لهذه القضية في معنى الإحكام وأنه لا يشكل عليك ما ذكرت هذه الأنامل دقيقة بلى قادرين على أن نسوي بنانة مع تقدم العلم فإنهم يقولون ويعلنون أنهم لو استطاعوا أن يجعلوا ما يصنعونه مما يسمى بالرجل الآلي يستطيع أن يربط خيوط الحذى أعزكم الله فإنهم يكونوا قد وصلوا إلى أمر من العلم بغاية التقدم هم يراهنون الآن على هذه القضية يحاولون وصول إليها أن يربط فقط الحذى خيوط الحذى هذه الأنامل ماذا تصنع؟ يقلط فيها الإنسان الأشياء الدقيقة جدا ويتصرف فيها ويحركها كما يشاء بكل يسر وسهولة شد الله عز وجل هذه المفاصل والسلامة وجعلها بهذه الهيئة غير مستوية لتقوم بها حاجات الإنسان على أكمل الوجوه وأحسنها هذا من الإحكام في الصنع فصناعة الأشياء الدقيقة من الإحكام وصناعة الأشياء والأجرام الهائلة من الإحكام ولك أن تسرح ذهنك وطرفك في آن واحد لترى أشياء في هذا الباب كثيرة جدا يغني عنها الإشارة التي ذكرتها وهكذا في قوله تبارك وتعالى والحديث جر بعضه بعضا الذي أحسن كل شيء خلقه أحسن كل شيء خلقه بعض الناس قد يقول القرد والخنزير غير مستساغ في شكله وصورته كيف قال الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه فمن أهل العلم كالخطابي من يقول إن المراد بذلك ليس الصورة الرائقة وإنما ينصرف المعنى إلى حسن التدبير في إنشاء هذه المخلوقات كل ما خلق تبارك وتعالى على ما أحب سبحانه وتعالى أن ينشئه عليه فيبرز بالصورة التي أرادها الله تبارك وتعالى كما قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا أحسن كل شيء خلقه أتقنه وجودا خلقه حتى جاء على الصورة التي قدرها الله تبارك وتعالى له من غير زيادة ولا نقصة ويمكن أن يضاف إلى هذا المعنى في هذه الآية وإن لم تكن تتصل بموضوعنا اتصالا مباشرا ولكن الحديث يرتبط بعضه ببعض فيقال إن الحسن إذا أريد به الجمال فإن الحسن في كل شيء بحسبه فهو أمر نسبي أما ترى الطاوس هو في غاية الحسن يستهوي الناظر إليه ولكن تصور لو أن الإنسان قيل له نجعل لك رأس طاوس من يقبل بهذا ولو كان أقبح الناس صورة أحد يقبل بهذا ما أحد يقبل بهذا سيكون في غاية البشاعة لكن صورة الطاوس تناسبه فهو في غاية الجمال باعتبار أنه طاوس وانظر أيضا إلى المخلوقات الأخرى الجميلة من الطيور ذات الألوان والأشكال الجميلة لقيل إنسان تخير أجمل هذه الطيور أو لامرأة تخيري أجمل هذه الطيور وليكن رأسك رأس طير منها من يقبل بهذا؟ ما أحد يقبل بهذا طيب الجمال الذي فيها لا يمل الناظر إليها يقال هو جمال حينما ينضاف إلى هذا النوع من المخلوقات لكن بالنسبة للإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لا يقاربه ولا يدنيه شيء من المخلوقات الأخرى مهما كان جمالها فتبقى هذه القضايا اعتبارية نسبية فالله أحسن كل شيء خلقه فالقرد حينما تنظر إليه باعتبار أنه قرد هو حسن الخلق بهذا الاعتبار إضافة إلى كونه متقنا ولذلك تجد الناس في الطريق إذا رأوا القرود توقفوا وتركوا ما قصدوه من الاشتغال بالسير في أسفارهم وجعلوا ينظرون إليه ويستملحون ما يصدر منه من الأفعال ويبذلون له ما معهم من الطعام ويؤثرونه على أنفسهم كما قال الشاعر قد يكرم القرد إعجابا بخسته وقد يهان لفرط النخوة الأسد الأسد إذا رأوها الناس القبيلة أو الناس أو هجموا عليه كل واحد معه سلاح وكل واحد يبحث هنا وهناك ليقتله لكن إذا رأوا القرد وقفوا هذا يعطيه موزة وهذا يعطيه فاكهة أخرى يستملحونه ولا ينفره منفر منهم ينظرون له وهم واقفون في غاية التأدب معه